صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهدف لتشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي وترصيخ منفهوم التدبير المتمركز تنزيل لمقتضيات الرسالة الملكية السامية المرجع للوزير الأول في يناير 2002 في موضوع التدبير المتمركز الاستثمار الهدف من هذا المرسوم الجديد هو أن تتم إضافة قطاعي لتمكين الولاد من منح هذه العمليات التي تفيد في السابق ما كان يوقع؟ الملفات كانت تقدم على المستوى المركز الجهوي للإستثمار وبعد أن يتم بلورة مشروع القرار وتحديد الرأي المرتبط بها ترفع إلى وزير القصر المالية من أجل توقيع على القرار وهذه العملية كانت تؤثر سلبا على بعض المشاريع الاستثمارية الحكومة في إطار التوجه والتقدم أكثر نحو ترصيف المركزية اليوم صادقت على هذا المرسوم الذي سيمكن من نقل هذا الاختصاص في هذا القطاع الذي هو الصحة والطاقة إلى الولاد وصدق المجلس الحكومي على مشروع مرتبط يقتلح استمرار استفادة المنشآت الصناعية القائمة بالمنطقة الحرة لميناء تنجا من النظام الجمهوري التفضيلي ونظام الصرف لتلبية طلبات المستثمرين إلى غاية نهاية يونو 2014 هذا المشروع استمرار استفادة المنشآت الصناعية القائمة بالمنطقة الحرة لميناء تنجا من النظام الجمهوري التفضيلي ونظام الصرف فقط يعني هذا الأمرين تلبية لطلب المستثمرين وذلك إلى غاية شهر يونيو 2014 حيث سيتم منقل جميع المنشآت حينها إلى المنطقة الحرة لطنجة مشروع مرسوم آخر صدق عليه مجلس الحكومة يدف لتحدد نظام جديد للوزارة السكنة والسياسة المدينة ويندرج في استياق الإجراءات الرمية لتتمين الموارد البشرية وتعدد الهياكل الإدارية المرسوم الذي يحدد اختصاصته والتي تمت المصدقة عليه أولا يعمل على استيعاب طبيعة تحولات الاستراتيجية في هذا المجال في مجال سياسة المدينة والسكنة واستيعابها بشكل سباقي على مستوى هيكلة الوزارة وأيضا تعزيز قدرات الوزارة على المستوى تتبع المشاريع المرتبطة بالسكنة والسياسة المدينة خاصة وأن بلادنا مقبلة على تنزيل المقتضاية الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة واللمركزية والتحديث الإداري وكذلك الإصلاح المالي كما تميدت أشغال مجلس الحكومة بالمصادقة على مشروع يهدف إلى إدراج الهكال جديد للوزارة المكلفة بالمغالب المقيمين بالخير وشؤون الهجرة لمواجهة التحديث المرتبطة بقضايا المهاجرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر